اهلا بحضراتكم من جديد او في طريق العودة من المران الى فندق الاقام وكنا غطينا لحضراتكم على مدار اليوم خط سير او برنامج الفريق اللي هو ابتدى الصبح بفطار جماعي للفريق وبعد كده تحركوا الى جلسة تصوير جماعية للفريق طبعا لان دي بطولة كبيرة وبطولة مهم جدا ان يتعمل فيها جلسة تصوير عشان اثناء تغطية المباراة وغيره وغيره وبعد جلسة التصوير انتقل الفريق للمران وغطينا حضراتكم كل ده على مدار اليوم على شاشة قناة النادي اللي احنا دلوقتي الفريق في طريق عودل زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين بيركابوا الأوتوبيس عشان يرجعوا كلهم على فندق الاقامة اللي طبعا اكيد هتناولوا وجبة وهيبتدوا ياخدوا قسط من الراحة اول مباراة لنا مع منتير المكسيكي طبعا يوم السبت زي ما حضراتكم عارفين عندنا وقت اه عندنا وقت احنا النهاردة الاربع عندنا خميس جمعة ان شاء الله شوفنا لقطات بادر بنون هو موجود مع الفريق ان شاء الله طبعا قريب يشارك في التدريبات الجماعية ان شاء الله اتمناله انه يبقى فت وجاهز يعني يبقى موجود مع الفريق الحمد لله الامور مش كويسة فيها حفاوة طبعا استقبال كبيرة جدا جدا في دولة الامارات الشقيقة وده مش غريب طبعا يمكن النادي الاهلي طلع من يومين بيان شكر في دولة الامارات الشقيقة على حسن الاستقبال وده مش غريب الحقيقة انت بتروح هناك بتحس ان انت ببلدك التاني الحقيقة دي حقيقة يعني مش محتاجة اي لابس الحاجة التانية انه يعني مروحك بدري للبطولة او انت بتاخد على الاجواء درجة الحرارة كانت في الملعب 19 يعني بنتكلم برضو في اجواء دافية شوية مش زي مصر يعني ان شاء الله برضو اللعيبة خلي بالكو الساعة بتبقى يعني لعيب الكرة ما حبش لها في الساعة قوي جو 19 ده جو كرة زي ما بيقوله درجة الحرارة حلوة مش حر مش برد الرطوبة كمان قليلة احنا في الشتاء ولكن اتصور ان ده جو او مناخ مقارب للمناخ الموجود في مصر العادي يعني سيبك من الاسبوعين 3 بتوع الشتاء بتوعنا دول ولكن طول السنة ده المناخ اللي بيبقى لرايب لينا فنوعا ما هتبقى الدنيا احسن نتمنى ان شاء الله يوم بعد يوم التركيز بيعلى عندنا ثقة في الفريق وزا ما حضركم عارفين كما تعودنا الاهل بمن حضر واللي موجود هيبقى على القاتل ويامة بطولات او متشاط كان فيها نقص عدد او نقص الاصابات او غيره وشهدت مولد نجوم كبار يعني فين جوم ما كانش ممكن تبقى انت يعني خدت الفرصة وفجأة بقت حدوتة وقصة كبيرة ونخرج نتكلم عنه ونجح وعمل ويساوه بس اللي موجود في النادي الاهلي يستحق انه يرتدي تيشرت النادي الاهلي يعني فنياته وامكانياته سواء انت لعب ستاندنج او العيب بينش بلاير او واتفر ايه انت لعب تستحق تيشرت النادي الاهلي والنادي الاهلي بمن حضر عشان كده اي تشكيل هينزل ان شاء الله هيقده وعندنا ثقة وانا واحد من الناس متفائل جدا جدا انا هيسم متفائل جدا جدا لللي جاي ودايما عندي ثقة بالذات فريق كرة القدم ليه لانه عودنا على مدار التاريخ مع النقص العددي الروح بتاعها الاداء بيبقى اكتر الالتزاما الاحساس بالمسئولية بتزيد وبتبقى في اعلى درجاتها وهو ده النادي الاهلي اتصور ان شاء الله ان احنا هنعمل مبرك وايسة ومس سبت وان شاء الله نتخطى يعني اصدق لكم خلينا دايما متفائلين والوضع ان شاء الله يكون اجيد وعلى مدار اليوم برضو هنكمل مع حضراتكم وهنغطي ل طبعا البروجرام بتاع الفريق على مدار اليوم ودي اللي وعدتكم بيه قناة النادي الاهلي وهنستمر في كده وحبينا نحط حضراتكم فيه يعني الساعة بيحصل ايه بالزبط للفريق هناك في الامرات